ومن اسكندرية تحديداً ومكتبة اسكندرية نروح لمحافظة تانية وهي محافظة الشرقية لأن التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلق فعليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع في المحافظة محافظة الشرقية والمبادرة دي بتهتم في الحقيقة بشكل أساسي بطلاب ذوي الهمم وبتساعدهم في تسهيل العملية التعليمية كمان توفير كل الخدمات اللي بيحتاجوها التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلق فعليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بمحافظة الشرقية في إطار بهود التحالف الوطني لتمكين ذوي الهمم وتحت مظلة كيانات التعليم المختلفة المبادرة تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية وتم إطلاقها بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأرمان وجامعة الزقزيق وتم تسليم 89 جهاز لابتوب لذوي الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم بجامعة الزقزيق تأتي مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية لدعم الطلاب الذين يواجهون ظروفاً خاصة وتعد هذه المبادرة تأكيداً على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية والعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للتأسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم اللازم لهم المترجم للقناة